مساء الخير تجاوزا لملفات الترسيم والسطو المسلح في طرابلس والإرهاب النائم بين الخلايا بقاعا ومراحل انتقال الملكية في بريطانيا فإن ملك عرش الانحلال الأخلاقي يتصدر هذه النشرة ليس لجرأته إنما لدناءته والتي نغرف منها لنحكي عنه صادف أن اسمه الثلاثية ميشال جابريال المر لكنه قاد انقلابا على العائلة أبا عن أخ فاقد للأهل والأهلية ولو كنا في دولة قضاء ومؤسسات لكان المر يقضي اليوم عقوبة في السجن على صرقة المال العام وعلى علاته يحاضر المر بعيوب الفساد ويأخذ على رئيس مجلس إدارة الجديد تحسين خياط أنه يمتهن صناعة الكتب والطباعة والنشر وأن الدار التي أنشأها لهذا الغرض قبل أن يولد المر الصغير وزعت كتبها على العالم حتى أصبحت المطبع الأولى في لبنان والشرق الأوسط هي تهمة يمكن الاعتزاز بها لكن أخبرنا عن مهنتك وإلى أي مرحلة تطورت أعراضك النفسية التي هتكت فيها أعراض الناس أين تقع اليوم في سلم الأخلاقيات وقد فتحت فروعا لدار تتحرش فيها ما ملكت أيمانك ولمن يتساءل عن أسباب الهجوم نردهم إلى مكونات الملف الذي نشر في جريدة الأخبار بدون تطقيق ونقلته الأم تي في حرفيا من دون تقص حقائق وفي حالتي الأخبار ومؤسسة المر فإن الخبر يتضمن معلومات كاذبة ورواية بوليسية هدفها التصويب على الخياط وإدراج اسم مؤسساته في عداد الصفقات الفاسدة وتوضيحا للرأي العام وليس لصناع الفساد الإعلامي الذي يمثله المر والأخبار فإن وفدا وزاريا عراقيا وصل إلى لبنان قبل شهر من اليوم للبحث في خيارات مقايدة الفيول العراقي بخدمات صحية وزراعية واجتماعية وتربوية وبناء على تواصل مع السفارة العراقية وبتنصيق كامل من أمانة سر نقابة الطباعة في لبنان اجتمعت عشر مطابع تمتلك مواصفات عالمية للبحث معها في إمكانية تأمين وطباعة جزء من الكتاب المدرسي العراقي في مطابع لبنان وعند هذا الاستطلاع انتهت القضية من دون الوصول بها عراقيا ولبنانيا إلى أي اتفاق حيث لا مئتي مليون دولار ولا من يحسبون وحتى وأن كان تم الاتفاق فإنه لخدمة تشغيل المطابع والأياد اللبنانية التي كانت عاملة وتوقفت عن العمل وأيضا لخدمة بلد عراقي شقيق كان وحده من مد يد العون للبنان في محنته الاقتصادية المالية والمعيشية ووحده من أضاء عتمة المدن وإفلسنا في وارد الدفاع عن مهنة نحن صناعها فإن المخزن هو في الجهة التي تولت الهجوم جريدة الأخبار التي تبني مصادرها على فاعل خير بين العدد والآخر وعلى مشال ريال المر الذي شحت مصادر تمويله فأحب أن يقدم تقريرا مزيفا لمن يشتريه منتحل صفة الإعلام اللاعب بالهوائيات والهوى العابر للفايبر أوبتيك والفايبر الملموس المستند في مستنداته إلى أرقام سياسية من الرقم المعتقد أنه صعب آخر توصيفك أنك لص هارب من العدالة تتحايل على القضاء والقانون وتنقل الدعاوى من جبل لبنان إلى جبال قضائية وعرة تستخدم سيديو فيجين لصريقات مسجلة بمحاضر الدولة وموقع عليها من رئيس لجنة الاتصالات السابق حسن فضل الله ووزير الاتصالات الأسبق بطرس حرب ووثائق الجديدة المثبتة وكلهم شهود على ذلك وهو أن اعتلى الوزير جمال الجراح لتخفيض الغرامة غير أن ذلك لم يعفيه أنه متخصص في لصوصية الهوائيات ويدبر أحواله بالتحول إلى مرتزق لمن يدفع سواء من أشخاص معنويين أو دول أما المكاشفة الأبرز التي يجب أن يواجه بها ميشيل المور وعلى الهواء أنه وجب عليه الكتابة على مدخل مكتبه انتبه خطر ألغام من فئة التحرش هناك يصبح المر جنرال الإنحلال وحان الوقت لأن تتدخل منظمات تعنى بتلك الشؤون لوضع حد لاضطراباته التي تتناسل على الزائرين وعلى كل متضرر ومتضررة طلب النجدة من جمعية كفا وكفا تعديات وتزويرا وإساءة سمعة لشرفاء بنوا أسماءهم من مجد الكتب المطابع ترد على قناة المر وصحيفة الأخبار رواية وهمية تسوق حملة ممنهجة على قطاع بأكمله وكريم خياط المدير التنفيذي لمجموعة تحسين خياط للجديد أعلام حاقد ومحكوم حاربونا كما شئتم ولكن اتركوا أرزاق الناس ومصالح البلد